مصر البلد الذي يبلغ عدد سكانه 103 ملايين نسمة يشهد طفرة إعمار ضخمة في القلب منها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وهو المشروع الذي يستهدف نقل مقر الحكومة إلى مبان عصرية حديثة لم يكن ذلك خبراً في موقع مصري أو قناة تلفزيونية محلية إنما عبارة وردت ضمن تقرير نشر في مجلة إنجينيرينج نيوز ريكورد الأمريكية المعروفة بـ E.N.R إشادة جاءت من هناك من الولايات المتحدة والمجلة المتخصصة في تغطية أخبار وصناعة تحليلات محترفة عن المشروعات الإنشائية على مستوى العالم ما جعلها واحدة من أكثر الدوريات الموثوق بها في صناعة الإنشاءات والتي أكدت أن المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية هي قلب المشروع وتركز هذه المرحلة على الاحتياجات الأساسية للمشروع وتشغيله وستكون على مساحة أربعين ألف فدان تضم الحياة الحكومية والمنطقة التجارية ومنطقة وسط المدينة التي سيتم إنشاؤها على طول النهر الأخضر لافتة إلى وضع اللمسات الأخيرة على مبنى البرلمان الجديد الذي تطلب إنشاؤه حتى الآن مجهود 6400 عامل و300 مهندس ويقع مبنى البرلمان على مساحة 126 ألف متر مربع ويضم ألف مكتب إداري ووفقا لتقرير المجلة فإن الشركات المصرية تنفذ من 70 إلى 80% من أعمال التشطيبات النهائية بمباني العاصمة الإدارية الجديدة وأربعين بالمئة من أعمال الكهروميكانيكا وتستقبل العاصمة الإدارية الجديدة حدث مهما في يونيو ويوليو المقبلين وهو نقل مقار الهيئات الحكومية والوزارات وموظفيها حيث تجري خطة الدولة لنقل مقار الوزارات من القاهرة إلى العاصمة الجديدة على قدم وساق لتكون بمثابة إعلان الجمهورية الجديدة وفق تعبير الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا التطور كبير أو نعمله وبقول ثاني هنعلن فيه إن شاء الله إعلان الجمهورية الجديدة